كلام كتير قوي على مدرس هنقوله النهاردة خليني بس أطمنكم على بعثة النادي الاهلي اللي اتحركت بالفعل يمكن من دقائق قليلة جدا تحركت طائرة النادي الاهلي للسعودية وتحديدا طبعا في اتجاهها لطائف عشان تستعد لمباراة اتحاد العاصمة الفريل سبقنا اتحاد العاصمة تحرك بدري عننا شوية النهاردة لكن الاهم بالنسبة لي في القصة انه الاهلي ان شاء الله هيكون كامل العدد سفر الفريل النهاردة يتبقى عليه بس انه يلحق بالبعثة عليه معلول اللي بعد انتهاء مباراة مصر وتونس النهاردة المباراة التي هتلعب ان شاء الله في ساد القاهرة الساعة 8 مساء طبعا دي لقطات الاخيرة قبل ما طيارة الفريل تتحرك في اتجاهها للمملكة العربية السعودية وكابتن خالد بيبو طبعا قائد الفريل كابتن محمد الشناوي ونجمنا محمد هاني كل البعثة الحقيقة جاهزة للمباراة وسافرة النهاردة اتبقى بس طاو وعلي معلول واحد منهم النهاردة بالليل واحد منهم بكرة الصبح وبالتالي قائمة الفريق كامل العدد مودس كمان موجود مع بعثة الفريق وسافر معهم اتمرن مع الفريق النهاردة وهنستعرض مع حضراتكم لقطات للتمرينة اتمرن مع الفريق النهاردة صبح موجود تحت امر الجهاز الفني ان شاء الله في مباراة السوبر الافريقي كلام طبعا على مشاركته وحقية مشاركته في بطولات الاهلي المختلفة دي لقطات من تمرينة النهاردة الصبح استقبلت يعني دخل في الاجواء سريعا ما خدش وقت انتوني مودس للدخول في جو النادي الاهلي اللي عيبة الحقيقة استقبلته استقبل كويس جدا